أكد ما يسمى برئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي على انخراط البرلمان الأوروبي وبعض الضوائر السياسية والإعلامية الفرنسية في محاولة التدخل في الشأن الجزائري وقال أن هذا ما هو إلا ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي معربا عن تساؤله عن مدى ما بقي من رصيد لهذه الأبواق فيما يخص الفصل بين السلطات والاستقلالية للقضاء أخونا المزابي هذا ومن هنا وحي كل أحرار بني مزاب طبعا الجزائريين سواء كانوا بني مزاب أو إحنا مرات نذكروا هذه الأشياء فقط ربما للتذكير بني مزاب أو قبيل شوية أو عرب أو توارق فيهم الأحرار وفيهم الأشرار وهذا أخونا هذا المزابي اللي يجبوه حطوه على رأس المجلس الشعبي الوطني أصبح خطابه ربما يكرر المكرر تعتبون وتعشين قريحة يعني رأي يتكلم وقال لك ما هو ما وفي أوروبا ما يفصلوش بين القانون والقضاء لا 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 هم يفصلوه استنى استنى في بريطانيا أو في ألمانيا أو في فرنسا أو في إيطاليا أو في إسبانيا لا هما داخل بلدانهم كين فصل كين القانون وكين القضاء وكين السياسة وكين السياسيين وكين البرلمان ما عندهم مشكلة مع هذه وشعوبهم لو كما يشوفوش الفصل تثور عليهم هما في الخارج ديمقراطية الغربية جميلة في أوطانها بشعة خارج أوطانها هاو الفرق هاو الفرق أما أنتم فبشعون داخل أوطانكم وأذلاء خارج الوطن هاكتشوف الفرق بوغالي خلان مزابي اللي كما قلت من هنا وحيي كل أحرار بن مزاب ولدي كثير من الإخواني وأصدقائي هناك سوى في غردايا أو بريان والقرارة أو حتى هنا في بريطانيا أو في أوروبا ركتسمع هما في الغرب في بلدانهم كاين حد كبير من الحريات والدليل هني نلقي في هذا الكلام لا أستطيع أن أقول هذا الكلام في أي بلد من البلدان البائسة اللي تسمى بلدان عربي أو إسلامية حتى لهم ربما على بلدين أو ثلاثة من المسلمين إذن يا بوغالي المزابي اسمع لي هؤلاء عندهم قوانين وعندهم عدالة وعندهم حريات صحيح في طبقية وفي ناس أغنية وفي ناس نص نص لكن ما فيش ناس تموت بالجوع ما فيش ناس تموت من البرد ما فيش ما فيش إجمالا المنظمات خيرية عندهم بريطانيا هذي فيها مئات الآلاف من المنظمات الخيرية مش هذوك اللي المشامشية كما يقول أصحاب السطيف و أصحاب الكاشيريست والفرامجية لا لا منظمات خيرية فعلا وتساعد البريطاني وتساعد الأجنبي وتساعد الأبيض والأسود والأصمر والصيني تساعد قاع البشر فهم في بلدانهم ديمقراطيتهم جميلة ما بين جميلة إلى جميلة جدا حسب الظروف لكن أقل الشيء جميلة و خارج بلدانهم الديمقراطية الغربية بائسة قادرة كاذبة مخادعة لا تنشر لا ديمقراطية ولا حريات تنشر نفوذ لهذه الدول أما نحن في أوطاننا فالذين يحكموننا ويحكموا أوطاننا وشعوبنا يتعاملون معهم كما يتعامل معنا الكولون والاستعمار والغزات لأنك انتهى ركساكن اليوم في فيلا بلابيسين في فيلا بلابيسين و بالحراسة و بالدوميستيك و بالسيارات آخر طراز وتخلص 90 مليون أو 100 مليون هذين لا تشوفهم هذين لا تشوفهم هذين لا تشوفهم و عندك شكارة بالدينار و باللورو و بالدولار و تسافر و تحب المهم أن تخرج كالببغاء من حيث آخر تعاود و ماذا قال تبون و ماذا قال شنجريح هذا ما كان وهذا عيب و عار عليك عيب و عار عليك أما موضوع صنصال فإحنا وين نختلف معكم في البدايات إلا أننا ندينه أكثر منكم في النهايات نختلف معكم في البدايات لأن هذا صنصال كان أخدام عندكم عند النظام اللي رك عنده اليوم اللي رك عنده اليوم خمّاس خمّاس طراز عالي على كل حال يعني خمّاس بكل امتيازات تبقى خمّاس يعني تبقى تؤمر فتقول وتؤمر فتفعل ولو كان تخرج على الصف بزوج كلمات تولي كما أويحيا أو كما سلال أو كما بدوي و قائمة طويلة رك تعرفها و حتى هذوك اللي سبقوك في هذا المجلس المزلش كما يسميها عريوة صنصال نعم كل جزائري بل كل إنسان حر يدينه لأنه تحول إلى بوق في خدمة الصهيونية و في خدمة الاستعمار و في خدمة الإمبريالية و كاره لذاته و كاره لشعبه و كاره لقيم شعبه و كاره لوطنه و معادل لثورة شعبه و معادل الجغرافية شعبه فنحن ندينه بالمطلق لكن صنصال و قد تحدث على هذا عدة مرات كان خديم مثل كتيبة اللي أرسلهم توفيقه العماري و نزار في التسعينات وبعضهم بقى في فرنسا وبعضهم رجعوا وبعضهم داخل الخارج و هذا ليس جديد